كما تصاعدت حدة الغضب الشعبي في محافظة البصرة إثرى حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المتظاهرين في المحافظة وطلب ناشطون وحقوقيون الحكومة المركزية والقوات الأمنية بالكشف عن مصير المعتقلين كما وصفوا حملة الاعتقالات بغير المبررة منددين بقمع تظاهرات الشعبية التي لم تخرج عن سلميتها حتى الجبناء تعيش حتى الجبناء تسكت ببيوتة أو حتى العار حتى العار يا مشايخ البصرة يا معي سلمع والله العظيم سيكتب التاريخ يوما ما عنكم يا جبناء يا حزانة التاريخ وهذا فدى الشعب والغاية